تهاني دائماً بمناسبة حلول السنة الجديدة هنأ الفريق أول سعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كفت أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول السنة الجديدة الفين وثلاثين وعشرين الفريق أول هنأ كافة الضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين بأزكى التهاني والتبركات متضرعاً للمولى العالي القدير أن يعيده عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات الفريق أول أشاد في رسالته بجهود حديثة مبذولة من قبل كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي طوال العام الفارق أضافاً العام الماضي كان فرصة للجيش العتيل من أجل حصد المزيد من النرجحات الميدانية البالغة الأهمية والحيوية الفريق أول أشار أيضاً في الآخير إلى أن المرحلة المقبلة التي بصدد خوضها بكل ثقة وعزيمة تتطلب أكثر من أي وقت مضى إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة في ظل الوضع القليمي متضهور وغير المستقر والتجند أيضاً لكسب رهان الجهزية الدائمة ومتواصلة لكافة مكونات القوات المسلحة